للمرأة الأولى يمثل الممثل المسرحي زياد عيتاني بصفة مدعا في قصر العدل أمام قاد التحقيق زاهر أحمده ادعاء انتقدم به عيتاني ضد المقدم سوزان الحاج والمقرسن إلي غبش وأربعة عسكريين من أمن الدولة وقدمنا دليل حسي على حجم التعذيب الوحشي اللي تعرضت له هلأ فيه شكل نقطة كتير أساسية صارت هون نتفاجأ هلأ نحن وفيتين أنه جرمانوس رايح حاطة مستثني سوزان الحاج وغبش من الموضوع أنك روح الدعي بس مستثنيون يعني ما بيحقلك زالة يوم أنه هني عم بيتحاكموا بتلفيق جرم يا حبيبي ما هايدي نحن دعوة تاني هايدي تقليف عصابة أشرار يعني عدد من الدلائل والوصائق نحن هلأ قدمنيهم الرئيس الحريري كان واضح بهذا الملف أمام العالم كله قدم الرأي العام كله وقاله بالحرف فيه مواطن تركب له ملف ما بيجوز تنتهي الأمور بهذا الطريقة وهو الرئيس الحريري قال قدم كل العالم هايدي مش متواصل أنا وإياه يعني هو قال قدم كل العالم هناك تدخل القضاء كتير كان مكشوف بوقتها قلت له يا دولة الرئيس هل بإمكاني أنا اللجوء للقضاء لتحصيل حقه؟ قال لي طبعاً لازم أنت تلجأ للقضاء في المقابل صدر بيان من وكلاء المقدم الحاج أعلنوا فيه عدم علمهم بهذه الدعوة وأنه لا يجوز لعيتان قانوناً للدعاء على الحاج في قضية النظر فيها القضاء سابقاً وتمنى الوكلاء على عيتان أن ينأ بمسرحياته عنهم بعدما استثمر فيها ما يكفي وما يتخطى الضوء السليم طالبين إلى وسائل الأعلام توخي الدقة والموضوعية ومحتفظين بحق الادعاء عليها جراء حملة التشهير الممنهجة التي يقوم بها